طيب برضو عايز اخد حضراتكم لنقطة مهمة عايز اتكلم فيها منتخب مصر الوليمبي حتى الان بدون مدرب خلي بال حضراتكم هو ممكن المنتخب ياخد تصفيات بعد ثلاث شهور يعني افريقيا وبعد كده وبطولة افريقيا المؤهلة المونديال ولو تأخرنا كتر من كده مش بعيد المدرب اللي ييجي ما يعملش معسكر اصلا ويدخل على المتشاط الرسمية على طول لانه التوقف اللي جاي في نهاية تمانية وتسعة او اول تسعة وبعد كده في 11 ده بقى ممكن تلعب المتشاط الرسمية هو ينفع ان يكون متأخرين لغاية دلوقتي هو ممكن نفوت فترة التوقف الدولي اللي جاي زي ما قلت لحضراتكم بدون معسكر منتخب اوليمبي انا الحقيقة مستغرب جدا من موضوع المنتخب الاوليمبي يعني المنتخب الاول ربنا كرمنا وجبنا مدير فني جيد المنتخب الاوليمبي ان شاء الله ربنا حكرنا نجيب مدير فني جيد الفترة اللي جاية يا رب اتمنى بس لازم يكون بسرعة حتى لو كان فيه تعصر مع المدربين الاجانب او حيتم اخد رأي روي فيتوريا يعني بس لازم برضو يكون فيه جهاز حتى لو مؤقت مع المدربين محليين من المدربين محليين يعمل تجمع يشوف اللعيبة بحيث ان لو المدرب جيه يبقى على الاقل شايفين الموضوع ماشي ازاي ويبقى عارف الوضع خلال الفترة القادمة ماشي ازاي لكن هنجيب المدرب كده برضو متضار للنار ان شاء الله بركاته حزم كابتن بركاته كابتن حزم امام عضوى مجلس ادارة اتحاد كرة القدم المصري زي ما جابه روي فيتوريا اكيد حيقدروا يختاروا مدير فني سواء من المدرسة البرتغالية او غيرها للمنتخب الولمبي خصوصا ان فيتوريا زي ما قلنا مبارح طالب يطلع على كل المنتخبات وشغلها من اول منتخب 2003